العشارة العراقية حقيقة بعد 2003 حتى هذا اليوم لها صنفين صنف واقعا على الأرض هو تمسك في العادات والتقاليد وبجذور أصيلة بحسب تركيبة العشيرة وأصول تركيب العشيرة أي بمعنى أن تسلسل هذه العشيرة تسلسل من يرأس هذه العشيرة وأفراد العشيرة هم من عنوين متسلسلة الأجداد بالموروث المجتمعي المعروف تعرف عليه أي من ليس والده أو جده كشيخ لا يمكن له أن يصبح شيخ في العشيرة أو يطلق عليه هذا اللقب حتى يتسنم مسؤولية العشيرة في إصلاح ذات البين ومهام التي تكل إليها أو يكل إليها المجتمع العشيرة الآن للأسف عندما دخلت هذه الأحزاب التي ليس لها نظام داخلي ونظام قانوني أو فكر تستند إليهم عدا فكر التلصص وسرقة ثروات البلد استفادت من هذا المفهوم في تعبئة الجماهير في حدود المصالح المشتركة فاختارت أفراد دعت أنها مسؤولة في العشائر فعملت منها مكاتب فأصبحت العشيرة جزئين جزء مسؤول حزبي في مكتب يسمى بمسؤول العشائر وجزء يرتبط في العشارة الأخرى اللي هو العشارة التي تسعى في إصلاح البين اليوم ما بعد 2003 حينما تتابع الوضع السياسي في العراق تجد أن نظام الدولة لم يفتمل في ساحة العراق من بعد 2003 حتى هذه اللحظة لم ترتقي هذه العناوين والأحزاب إلى تشكيل مفهوم الدولة أو الدولة بمؤسساتها فبغي الحال العودة إلى العشيرة العودة إلى العشيرة أصبح العشيرة هي العرف هي المجتمع هي التي تحافظ على نسيج المجتمع وأمن المجتمع وتعزيز أواصل العلاقة المجتمعية بين هذا وذات ولا ننسى الطائفية من بهذه القوة التي أنت تصف مجيدا العشيرة كيف ن استثمرها في ظل هذا الضيم طانع أنت تؤمن أنها قوة حتى أجيك هل العشيرة مخترقة؟ نعم العشيرة مخترقة هل السلطة أقوى من العشيرة؟ السلطة تملك المال لكن العشيرة لا تملك المال هل جزء من أفراد العشيرة؟ طبعا العشيرة بها مجموعة من أفراد شيء منها ينتمي مع الأحزاب وشيء منها ينتمي مع العناوين الأخرى وكلهم يتبع مصلحته لأنه بالتالي هي حياة الشيخ العشيرة لا يمكن له يوفر باب الرزغنس الفرد ولا يمكن أن يكون عنده لا يملك شيء وبعضهم حتى اقتصاديا ضعيف لذلك اختزلت بعض العشار في هذا المظهوم فاستقلت هذا الاستقلال حصل ايش زاد عندنا المهوال المهوال الذي كلما ملئ جاي بي فيه مدى حداك وهذا واعتقد أنه خلال متابعات وسائل التواصل لا تجد كثير من هذه التفاصيل المسؤول اليوم من العشارة الاصيلة مرفوض أنا ما عيب عن المهوال شيخنا أنا ما عيب على المهوال خلي سولي في المثل معناتنا على قوية هذا بقياته هلنا أنا ما عيب على المهوال أنا عيب على يجيب المهوال ويهوس الواحد ما يسوي ترسدنا الخال لا لا شوف هو مو ما يسويه مو هذا اللي يستفزك قطيته سلطة وقطيته مال وسلمته وباقي البلد ومن يخلصين يجيك يدق بابك للمضيف ليش ما تقول له بفلان ذاك حدك العشيرة الآن أشرح لك بطريقة بسيطة جدا ومختصرة العشيرة قلنا جزء من المجتمع ومكون المجتمع في مفهوم الدولة لأنه ركن من أركان بناء الدولة المجتمع والأرض وكذا وكذا إلى آخره العشيرة الآن حينما ترتق إلى مستوى رفض السياسيين أو العملية السياسية ليس بيدها شيء سواء تصرح بلسان المتحدث منها أو الذي يتمكن من الحديث برفض الموجود لا يستقبل لا يكرم لا يمنح لا يعطي مجال في الحراك والعلاقة مع ذاك المسؤول المرتشي مثل ما تفضلت في مقدمتك تقول مثلنا بالمجتمع ما ينصب له فنجان أنا جل احترامي أنا لا بد أقول لو خلية غلبة أكيد هناك خيرين يعني شيخ شعلان رجل نائب محترم وأيضا من أعمدة القوم اللي عليهم معتمد وهم رؤوس قوم وكذلك آخرين طيبين أنا أتحدث عن السيئين حشاهم وحشا الخيرين السيئين ليس لهم مكان بينها بدلالة أي انتخابات حينما تعود إلى ما سبق من انتخابات لم تكن المشاركة فاعلة في ساعة العراق كان عندنا آخر انتخابات 18% وكانت أقل ولكن حسبت بهذا الرغم 18% ومن ثم ذهبت المهوضية لاحتسابها بأكثر من هذا الرغم حتى تعطيها سبقة رسمية ممكن أن تتعدى حدود الرسمية حتى تنجح الانتخابات لكن واقعا أن العشائر والفرد من المجتمع المتمسك في أصول ومبادئ وجذور العشيرة تمسكا في دولته وقياسات الوطن والدولة المدنية التي يفترض أن تكون لم يذهم للانتخابات لأنه غير مؤمن بهذا الفرد تحصل حالة هناك وهنا لكنها لا تحسب على كل العشيرة العراقية في شمال وغرب العراق والعشيرة في ماناتقنا الغربية ساهمت في تعزيز أواصل العلاقة وعادت العلاقة ما بين حتى أخواننا النازحين رجعوهم للبلاد من خلال العشيرة في مناطق الجنوب اصلاح ذات البين الآن العشيرة لها دور كبير في اصلاح ذات البين من خلال السنن المتعارف عليها ما بين أفراد المجتمع حتى المحاكم مرتاحة من خلال ما ينتجزه العشيرة بل المحاكم بدأت تستند الغضاء يستند إلى ما تخرج به العشيرة من حل واصلاح ذات البين إذن العشيرة هي لا تزال في قيمها إلا بعض الاختراقات التي حصلت كما اخترقت الدولة وانهارت الدولة على هيدي المتلصصين في هذه العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر